تصنف أفع الكبرى من أكثر أنواع الثعابين سمية في العالم وبتمتلك الكبرى أنياب سمة في فكها العلوي وعلشان تصطاد ضحاياها الطريقة الأولى هي غرز أنيابها السمة في جسد الضحية أما الطريقة التانية فهي بخ السم بطريقة مباشرة وأماكن تواجد الكبرى في العالم فهي بتعيش في أفريقيا وجنوب أسيا وجزر الهند الشرقية وتعتبر أفع الكبرى الملك من أطول الثعابين السمة في العالم اللي بيصل طولها لخمسة ونص متر ومن أهم أنواع الكبرى الكبرى الهندية اللي بيصل طولها لتنين متر وبتمتلك الكبرى حاسة تشم قوية ده بالإضافة للرؤية الليلية الممتازة وبتتغذى الكبرى على الضفاضع والثديات الصغيرة بالإضافة للأسماك والطيور تصنف أفعال بايثون من الثعابين الغير سامة وبيتواجد منها أكثر من أربعين نوع وجمعها بيتفاوت أحجمها حسب نوعها فأصغر الأنواع منها زي بايثون عش النمل بيصل طولها لعدة سنتيمترات وأكبر الأنواع منها بيصل لتسعة أمطار وهي أفع الثعبان الشبكي واستراتيجية الصيد الخاصة بيها هي نصب الكمائن وبعد وقوع الفريسة تقوم بالالتفاف حولها بقوة وده لمنع وصول الدم إلى المخ بعكس ما يظن البعض بأنها بتكسر عزام الفريسة أما عن أماكن تواجدها في العالم فهي بتعيش في أسيا وأوروبا وأفريقيا وأفعال بايثون بتعيش حوالي 25 سنة وفي بعض الأحيان بتصل ل35 سنة المنبا السوداء تصنف من أطول أنواع الثعابين سمية في العالم وهو نوع من الثعابين شارس جدا في هجماته على البشر وده بسبب سماعها القوي وحجمها الكبير اللي بيصل لتنين ونص متر واللي ممكن يصل في بعض الأحيان لأربعة فاصل تلاتة متر ويصنف سم المنبا السوداء بأنه أكثر سمية من الكبرى بعشرين مرة وسم المنبا السوداء عبارة عن سم عصبي بيصيب الضحية بالشلل التام وتوقف القلب والتنفس في دقائق معدودة وعلشان المنبا تقدي على إنسان بالغ فهي بتحتاج لقطرتين من السم الموجود في فكها العلوي وبيحتوي فكها على أنياب بيصل طلها لستة ونص ملي متر وسرعة ثعبان المنبا بتتراوح من 10 ل 12 ميل في الساعة وبتعيش في المتوسط 20 سنة وممكن تصل لخمسين سنة بايثون الأشجار الخضراء تعتبر من أخطر أنواع الثعابين العصرة وأطلق عليها الإسم ده لأنها بتقضي معظم وقتها على الشجر وبيشاع عنها بعض المعلومات الخاطئة وهي أنها بتتغذى على الطيور لكن تم عمل فحص لأكثر من ألف معدة خاصة للبيثون الخضراء ونتيجة الفحوص كانت عدم وجود بقايا للطيور داخلها واستراتيجية الصيد الخاصة بيها هي عض الفريسة أولا وبعدها بتلتف حواليها لحد ما توصل إنها تخنق الفريسة وبيصل طول الفايثون الخضراء البالغة من 120 لـ 200 سنتيمتر وبتقدر تتعرف على ضحاياها عن طريق استشعار الحرارة المحيطة بجسدها وبالتالي بتحدد الفريسة وأماكن تواجدها في العالم هي الغابات المطيرة في أستراليا وأندونيسيا وغنية الجديدة تصنى في الأناكندا من أضخم أنواع الثعابين في العالم فبيصل طولها في المتوسط لست أمتار وبعض الأنواع منها ممكن تصل لحوالي عشر أمتار وده بسبب حدوث تفارات جينية وبتمتلك الأناكندا عضلات قوية في جسدها وعلشان تستاط فريستها بتغرز أنيابها الحادة في جسد الضحية وده لتوقف سريان الدورة الدموية وبالتالي عدم وصول الدم للمخ وباقي الأجهزة وتنقسم أنواع الأناكندا لأنواع تبيض وتحتضن البيض حتى تخرج الصغار وبعض الأنواع زي أناكندا أمريكا اللاتينية البيض بيكون جواها وبتخرج الصغار منه وهي داخل جسدها وبعدها بتخرج من الأم وكأنها بتلت زي الثديات ومن أطخم أنواع الأناكندا الأناكندا الخضراء اللي بيصل وزنها لمتين كيلو جرام